الحمل واضح انه هو مرت بصروف قصية الفترة اللي فاتت والنهاية كانت نهاية مؤلمة مؤلمة شديدة القلم يعني زي ما تقولوا كده ايه جابت جابت اخيركم يعني اللي هو مفيش بعد كده قلم شديد 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 حلم من الممكن تكون فيها غدر حصل الغدر حاس ان هو تغدر به الضربة ضربة جديدة حصل الضربة جديدة خلتك افقاد التوازن على قل التقدير الا اذا ما كانتش يعني خلتك تفقد الامل تماما يعني حاجة فضيعة حاجة شميعا لكن واضح ان الحمل صبر صابر هو انت حمل يا حمل فعلا على اسمك انت متحمل كتير جدا متحمل قلم شديد نتيجة الغدر اللي حصل فيك ده او الطعمة اللي جات لك دي وممكن تكون جات من كزا جيهة مش من جيهة واحدة لكن انت صابر ومستاني حاجة مستاني بقى ان شاء الله انو ربنا يعود الظلم اللي حصل ده ويرد يرفع عنك الظلم ده او يرفع عنك اللي بتلق ده صبرك واضح واللي بيصبر اكيد بيقول اكيد ومفيش حق عند ربنا بيروح يعني اي ان كان بقى اللي حصل ده الطعمة دي بس ان شاء الله ان شاء الله ربنا حيردلك حقك باذن الله شايف انك انت قررت تبعد عن المشاكل وتديها ضهرك خلاص اللي يحصل اللي يحصل زي ما تقول كده ايه قررت تدي ضهرك وتمشي تبعد عن المشاكل كلها وانا يعني اقايت ده جدا خلاص في حاجات معينة مشاكل معينة كده بتوصل ايه خلاص ملهاش حل هتعمل ايه اديها ضهرك ومشي واضح كمان ان عندك اعباء وعندك مسئوليات شديدة جدا وانت لازم تعدي بالناس اللي معاك دي لمكان اهدى ومكان اكسر امام او اكسر ايجابية فانت فعلا بالفعل بتعمل ده ما شاء الله عليكم بجد حاجة حلوة جدا وشكل الحالة التقلب والمشاكل دي انت فعلا بعدك عنها ده هيحل المشكلة هو ده هو ده اللي انت محتاج في عملي اديها ضهرك ومشي ان شاء الله رايح لحتة احسن بكتير شايفة قدامي في مشاعر بتحصل من اما منك او او من شخص قدامك يعني انا شايفة انه في حالة ابروتش حد لا هو حد بيقرب لك بمشاعر اه فيها حب اه خطة بطيئة شوية ما هيش سريعة الخطة بتاعته فيها تقامل شوية انما في حد بيقرب منك ده بالنسبة للناس السنجل اللي لسه مرتبطوش ممكن يكون كي حد بده يقرب منهم اه زي ما تقولوا واقف جنبكم في الابتلاء ده بيحاول يقرب منكم اه بيحاول يساعدكم او يخفف عنكم اللي بيحصل ده بحب للناس اللي اللي مطابطة بالفعل ممكن يكون شركهم بيعمل كده فعلا وبيحاول انه هو يهون عليهم وياخد بيديهم حاجة حلوة جدا جدا اه شايفة فلوس بتجيلك من شخص كبير ممكن يكون اه ورث او اب او ام بيساعدوا بيمدوا قديهم بيساعدوك في شخص بيمد ايد العون ليك حد اكبر اه ممكن يكون زي ما قلنا اب او ام او مدير في العمل بيمدك بالفلوس تقامل حلال ما تجاي عندك كمان واضح انها طلعة نزلة واللي جاي رايح مش عارف تجيبها من هنا تبوز من هنا تبوز من هنا تبوز من هنا ففي حدا هيساعدك وهياخد بايدك ان شاء الله إذا ما كانش حصل بالفعل كل ده بيحصل وايز جدا بإذن الله إن شاء الله هتوقف علي رجلك انا شايفة قدامي قوة اهو كينج اوف سودز تعالى تعالى والد بتاع انت فكر على الله بكرة الله. آآ قوة. هتبتدي تقوى يا حمل. والضربة اللي ما بيتموش بتقوي. وانت مية في المية. مية في المية هتقوى. ما شاء الله قوي. وهتبتدي تاخد قرارات مهمة. واااااااااااااااااااااااااااااااااة هتكون جامد. لقا هتوري بقى وش جامد. بتعرف تصد بيه الصدمات اللي عمالة بتحصل فيك دي هتقوى جميل جداً والظلم اللي حصل ده بإذن الله هتكد يا إما حيترد بالفعل بسرعة شديدة جداً أو حيتبن بوادر إن الظلم ده حيترفع من عليك أو ممكن يكون عندك حاجة قضية حاجة في القضاء حاجة في الحاجات دي إن شاء الله ربنا حينسفك فيها وهتخرج منها بإذن الله منقصر لما هتحس قوتك وقوتك هتبتدي بقى اللمبة هنا تنور هتبتدي تقول لأ مش أنا اللقع هتبتدي بقى إيه يجيلك الموتيفيشن فرص هتبتدي تظهر قدامك أو ممكن فرصة هتبتدي تظهر قدامك وإنت هتعرف تستغلها إن شاء الله كويس جداً 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 صحيح ممكن تزود أعدائك وتزود مسئولياتك والحاجات اللي فوق ظهرك إنما هتعملها بطموح هتعملها بروح إيجابية بطاقة فيها تفاؤل وفيها عناد هنجح يعني هنجح دي طاقة نجاح إن شاء الله عندك كلها الساحر الساحر مع العصا والسيف والدرهم والكاس إنت عندك كل الأساليب اللي ممكن توصلك للنجاح السيف القوة الدراهم الحلل المادية أو الشغف أو الرغبة في الوصول للحلل المادية الأحسن عندك قلب كويس ومشاعر حلوة هي كوبايات ولعصى تحمل المسئولية والصعاب إن انت تعرف تتحمل الصعاب هتستعمل كل الأدوات اللي في ايدك دي إنك تحول أي حاجة قدامك لنجاحها فأرجوك يا حمل لو انت فعلا وانا شايف كل الناس ما تقولي قرية صح الطعنة اللي انت أخدتها دي أو الغدر اللي حصل ده أو أين كان القلم اللي جابك أرضا ده طرحك أرضا ده انت حتتغلب عليها إذا ما قلت الشكل دي تغلب عليها فعلا اجمد أهو اجمد بصوا king of swords الشاي السيف وقاعد ملك ولا يهمني أنا بتعلم من أخطاء أنا بعرف ناس على حقيقتها علشان أعرف بعد كده قيم النصح فمش عايزك تقلق المتاعب أو الحمول اللي عليك المسئوليات اللي عندك دي حاول انها تخففها شوية لان هي فعلا تزيادت عليك الفترة دي حاول تأجل حاجات حاول توزع مهام شوية لان عندك أعباء وممكن تكون عقبات كتيرة شوية فحاول ان انت تطلب المساعدة بس المساعدة جاية المساعدة جاي لك من الشريك بإذن الله بيمد إيده ليك بالمساعدة معنوية حتى لو كانت ممكن تكون مادية زوج بيساعد زوجة بتساعد في حد بيمد إيده ليساعدة ليك ان هو يساعدك تعدي ان شاء الله الأزمة دي وبتعدي ان شاء الله معدي خلاص ارمي ورا ظهرك ارمي ورا ظهرك كل فترة ان شاء الله جايلك حالات تويسة البداية الجديدة من الظهرة قوي لكن انت انت بترسم لها انا مش واضح عندي بداية جديدة انما انت على بتاخد خطوات ان انت تروح لها اجمد يحمل الحمد لله كويس جدا يوسف بشكرك الصعب عد خلاص الحمد لله عد خلاص الحمد لله وعديته وعديته يعني متمسكين وكملوا بالتماسك ده لان ان شاء الله هتحولوا كل شيء قدامكم لنجاح باذن الله يلا نشوف الحدى العطفية بسم الله الرحمن الرحيم يلا بسم الله اه تمام ما شاء الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بصوا حبيبي اللي انا شايفة اه حالتك دلوقتي ايه حمل انت في حالة حيرة جديدة محتور يعني انا مش عارف انت محتور في ايه يعني محتور مش عارف تعمل ايه انت واضح انت مش هارف تعمل ايه نفسك نفسك تقدم لشريكك حاجة عايز تقدمله حاجة عايز تقدمله حب عايز تقدمله مشاعر قدم له مساعدة تقدم له عرض تقدم له حاجة الحمل عايز يقدم حاجة لشريكه وشايف شريكه ازاي الحمل شايف شريكه بيتغير او مسافر بعيد شوية او شايفه منتصر شايفه في حاجة يا اما بيتغير يا اما بيسافر يا اما منتصر في حاجة حصلت له عنده طاقة انتصار شوية الطاقة ما بينكم فيها شوية حاجات مخفية بمعنى ممكن تكونوا مش بتصرفوا بعض بحاجات ومش بهدف ان انتو بتخبوا لا بهدف ان انتو في حالة كتمان ان كل واحد شايل في قلبه اللي بزعله وساكت ما بيتكلمش عنه ففي حالة من الحاجة المستخبية فاهمين قصدي وحاجة فيها لهو ايه مفوضين امركم لله كل مفوض امره لله وما بتتكلموش او حد فيكو ما بيتكلمش زي ما تقولوا مش عايز تشايله همك يمكن تكون حسنا هو مش هيفهمك او كده فعشان كده يعني بتخبي كل حاجة شايلها جواك وساكت او ممكن يكون كمان ده الطرف التاني شريكك بقى حالته عاملة ازاي شريكك متكتف بمعنى مش عارف يسعرك مش عارف يعملك حاجة متكتف اولا هو مش فاهم مش شايف القلم اللي انت فيه لان انت مخبيه بس هو حاسس ان يفيه حاجة بس ايه هي الحاجة هو مش عارف مش شايف ومتكتف ومش عارف يعمل ايه نفسه في ايه نفسه يسعدك نفسه تتلمو لو انتو لسه مرتبطوش نفسه في ان انتو ترتبطو وتبتدو عيلة جديدة لو انتو مرتبطين قردي نفسه العيلة دي تبقى عيلة سعيدة ومتربطة ويعني قريبين جدا من بعض ده اللي نفسه فيه شريكك شايفك ازاي شايف حالتك هو شايفك تشفك مظبوط انت متبهل متبهل قلم شديد شديد يعني فوق الوصف بس مش عارف يعملك حاجة زي ما انتو شايفيني واقف مش عارف يعملك حاجة دلوقتي في حالة صبر حالة انتظار حالة تقييم الموقف بتحاولوا تقيموا الموقف بعدين شايفة فرح ده يعني يعني ناس ده مرتبطوش اللي لسه فيه يعني بياخدوا خطوات الارتباط الرسمي ممكن يكون ده اعلن خطوبة او اعلان حاجة فيه انتصار على حاجة لو كان ظلم واقع عليك بإذن الله احتفلوا بانتصار والناس بتبارك وانتو يعني زي ما تقولوا الروح بترجع لكم كده حاجة بسم الله ما شاء الله جميلة جدا وبعدها بإذن الله يا رب يا رب ان شاء الله يعني والله اعلن اتنان زواج بالفعل الناس اللي مستني حمل ان شاء الله في حمل كارتة ده جميل البداية جديدة جاية يا جماعة اهي Ace of Cups كلام ده في حوالي شهرين كمان مشاعر جديدة بتتحسوها الدنيا حاطلطف بقى وانا بقول ان الكارتة ده يا جماعة دي ايد ربنا اهي ايد ربنا بتتمدلك الامنية اللي انت عايزها او الحاجة اللي انت مستنيها ان شاء الله هتحصل فيه حاجة كويسة جدا جدا هتحصل لان بعد المصيبة دي المصيبة دي ان شاء الله ايد ربنا بتتمدك لازم ولا بد مفيش مفيش كلام بإذن الله في حاجات كويسة نصيحتي ليكم يا حمل جيكك عايز يساعدك بس هو مش عارف يساعدك ازاي لان هو مش فاهمه فياريت لو تقدر تفهمه انا عارفة ان فيه اوقات معينة الواحد بيبقى فعلا مش قادر يتكلم من كتر القلم يعني القلم بيزيد قوي بيبقى شديد قوي او الصدمة بتكون شديدة قوي بيقى مش قادر يتكلم ولو فرضنا ان الصدمة دي جت من الشريك هو بيبقى اول واحد بيقى مش عايز يتكلم معين بس ما بنصحكم ارجوكو حاولوا تتكلموا وتقولوا لجواكم عشان الشريك يحاول يساعد لان هو فعلا عايز يساعدك بس مش عارف وانت جواك مشاعر عايز تبينهاله بس انت في حاجة وجعاك قوي فمش عارف تطلع على المشاعر دي يا جواك موجودة حبك موجود لشريكك يعني شريك الحمل شريكك بيحبك لكن في حاجة منعاء ان هو يتكلم ويقول المشاعر اللي جواه لان هو عنده قلم شديد شديد جدا فليز تكلموا حاولوا الحاجات المستخبية دي بقت خلاص الستاري ترفع وكل واحد يقول لجواه دي القراية العطفية لبرج الحمل قراية حلوة نهايتها باذن الله يا رب ان شاء الله حاجة في مدهة الجماد فرح باذن الله جاي احتفال في حاجة حلوة جدا وزي ما قولنا اتمام زواج او خطوبة الناس اللي مرتبطين المتجاوزين ممكن يكون في حمل لو كل ده موجود فهي ولادة مشاعر جديدة بمعنى هنبتح صفحة جديدة باذن الله ربنا يسعدكم ويفرح قلوبكم دايما يا حمل ان شاء الله معلش عدينا بفترة صعبة بس ان شاء الله باذن الله ربنا هيعودكم خير كمسر معي كيف هيبتاج وفعل انتصرت بالاخر الله اكبر ماشاء الله يا لارا حلو جدا ده في حاجات حصلت بالفعل كويس قوي 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 الحمد لله زي ما قلتلكم اللي حاسس منكم اللي حاسس وقع عليه ظلم باذن الله باذن الله انتم صار قريب قوي ربنا ربنا ما بيصفش حد مظلمين ان شاء الله لو بعد ميت سنة هيرد عنكم الظلم ده ويرفعوا عنكم ان شاء الله اوكي تعالوا بقى ناخد الاسئلة فيرجوع ولا لا للحمل اللي انفصلوا بسم الله الرحمن الرحيم بإذن الله فيرجوع الناس اللي بتطلقوا او على ما شارف طلقوا الحاجات اللي بتحصل دي عينة بتتلم الناس اللي لسه متجوزوش بإذن الله حيتم وجوازهم يبكدوا بعيلة جديدة ان شاء الله بإذن الله ربنا فرحكم يا رب تعالوا نشوف الحالة المادية هل هيحصل فيها اي تغيير بسم الله الرحمن الرحيم لا بصوا ما فيش حاجة تغير في الحالة المادية والله اعلم والله اعلم الحال المادية ممكن تكون لسه مزنقة بس زي ما قلتلكم فيه مساعدات جاية معلش نساعد بعض نساعد بعضين يا جماعة مساعد بعضين ان شاء الله هتقدمي احسن نشوف هل فيه انتصال او لا في برج الحمل الشهر ده بسم الله الرحمن الرحيم هو لا ما فيش انفصال لكن واضح ان فيه بطاقة من العقلانية يعني نحين المشاعر شوية وبنفكر بالعقل بس ناسين بقى الحب والهيام والحاجات دي ركنها على جنب الحمل هو الحمل بصراحة طبيعته كده عملي جدا بس فراء مفيش ممكن يكون فيها ترجمة نانسي قنقر